أول ما بنتكلم عن الصدقة ذهني بيروح للمعظة على الجبل لأن الرب يسوع المسيح استخدم هذه الكلمة الكلمة مش مألوفة كتير لكنه يكفي أن المسيح استخدمها فأنا ممكن أطلب من حضرتك تقرأنا متى ستة إنجيل متى الأصحة السادس الآيات من واحد لأربعة ويكفي أن أقول أن الرب يسوع المسيح استخدم هذا الاصطلاح الصدقة طب قبل ما نجراها هل الصدقة لها مسميات غير كده هو ده الاسم جرى العرف أنه يستخدم الصدقة الرب يسوع استخدمه لكن نقدر نقول عنها الحسنة حسنات وممكن نقول عنها فعل الخير ممكن نقول مردفات أخرى كتابية العطاء العشور فعل الخير احتبان للصدقة لأن الصدقة ليس لازم تكون مادية ممكن تكون عينية أشياء وممكن تكون فعل خير ممكن تكون أعمال رحمة فنقدر نقول فعل الخير متى ستة من واحد لأربعة احترذوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزدقة لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجزيك علنيا ومن خلال مقطع ده عادل يعني ممكن نقول الصدقة تقرب الإنسان إلى الله هو الحقيقة ما نقدرش ننكر إن الصدقة مهمة بس مش هينفع تقربنا إلى الله كده إحنا هنبقى وضعنا العربة أمام الحصان بمعنى إيه أنا لأن عرفت الرب وبحبه وقبلته مخلص لحياتي وتغيرت أقدر أعمل صدقة يعني الصدقة رد فعل وليست فعل نعم أنا لازم في الأول تبقى لي علاقة حقيقية مع الله وإيه الفكرة أنا بعمل صدقة لي ده السؤال أنا بعمل صدقة علشان أرضي الله علشان أنا بعبر عن حبي الله لم يره أحد قط ما يقدرش إنسان يقول أنا أرى الله صعب مستحيل الله لم يره أحد قط يقول الكتاب إن كنت لا تحب أخاك الذي ترى فكيف تقول إني أحب الله الذي لا ترى فالإنسان لا يرى الله تمام لكن يرى أخيه الإنسان نعم فعايز يعبر عن حبه لله فبيعبر عن حبه لله من خلال حبه للناس البشر المخلوقين على صورة الله شكرا موسيقى موسيقى